في هذه اللحظات وحدات خاصة إسرائيلية تحاصر عدة منازل في مخيم نور شمس نستمع إلى اشتباكات عنيفة حقيقة في هذه اللحظات في الخلفية تحديدا في حارة المسلخ ومحيط جبل النصر عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية دفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم نور شمس تستمعون اشتباكات عنيفة تبادل كثيف لإطلاق النيران عقب محاصرة منزل وعبر مكبرات الصوت يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد شبان بتسليم نفسها الحديث الأولي قبل ساعة ونصف من الآن تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى محيط جبل النصر وحاصرت منزلا وعلى ما يبدو أنها نفذت عملية اغتيال في المنطقة بعد الإشارات الميدانية أكدت لنا على وجود عدد من الشهداء داخل إحدى المنازل لكن لم يستطع الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة نتيجة استمرار هذا الحصار المطبق ومنع طواقم الإسعاف ما تم التعامل معه حتى هذه اللحظة إصابة واحدة لشاب فلسطيني بالقدم نقل إلى المشفى وهناك إصابة أخرى في هذه الأثناء لفتاة فلسطينية يصعب الوصول إليها هناك طبعا محاولات مستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى المنطقة ودفع بجرافة عسكرية حقيقة في هذه اللحظات نعم نعم نرصد الآن الجرافة العسكرية عبر الكاميرا مباشرة عبر كاميرا الغد في هذه اللقطات من مخيم نور شمس بالتزامن مع عملية عسكرية أخرى بعد تسلل وحدات خاصة إلى منطقة واد الفارعة الجرافة كما يظهر بالصورة تكون بعملية هدم كما هو واضح لعدد من البناء الطوابق فجر هذا اليوم شهد المخيم اقتحاما استمر منذ الساعة الحدية عشرة وحتى الساعة الخامسة والنص من فجر هذا اليوم وخلاله عمد جيش الاحتلال على تدمير كبير في البناء التحتية بعد ذلك انسحب الاحتلال ليعاود الاقتحام مرة أخرى بتسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى المنطقة هذه الحارة هي حارة المسلخ أو ما تعرف حديثا بحارة الدمج هناك الجرافة العسكرية التي نرصدها والتي تقوم بهدم جزء من الجدران الخارجية للمنازل كما هو واضح الآن عبر الكاميرا بتعمد الاحتلال الإسرائيلي لتدمير البناء التحتية وعملية الاقتحام بطبيعة الحال جاءت في ساعة الضروة الآن نرصد عدد من الأليات على الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس في هذه اللحظات هناك تحركات مستمرة للأليات العسكرية الإسرائيلية وتبادل كثيف لإطلاق النيران بين مقاومين فلسطينيين وكذلك أيضا طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلومات الأولية تتحدث على أن الاحتلال يحاصر أحد قادة كتائب شهداء الأقصى مجموعات الردة الصريع داخل منزل رفض الاستسلام وهناك الآن إطلاق مار يستهدف المنطقة التي نتواجد بها هناك إطلاق نيران بشكل مكثف خالد المهم سلامتكم أنت وتقمنا توخل حذر إذن هناك إطلاق نيران يستهدف كوثر اختبى استهداف المنطقة التي نتواجد بها بواب الكثيف فادي 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 ابعد عن الكاميرات فادي ابعد إذن مرجو منك خالد أن تنتقلوا إلى منطقة آمنة المهم سلامتكم خالد إذن نعم نحن الآن ابتعدنا عن نطاق الكاميرات الموجهة وتلتقط الصور مباشرة من مخيم نور شمس هناك في المنطقة التي نقب بها وهي شارع علوي لمحيط المخيم طبعا وجود عدد من الأطفال والنساء في هذه اللحظات ينبطحون أرضا في ظل هذا المشهد الصعب حقيقة الذي نشهده هنا في ظل استمرار هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف محيط جبل النصر وحارة المسلخ في هذه اللحظات إطلاق نار مكثف ولربما استمعنا الاشتباكات عنيفة للغاية في هذه الأثناء في ظل طبعا استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في نطاق مخيم نور شمس في إطار طبعا استمرار الحصار المطبق على بعض المنازل التي يتحصن بها عدد من المقاومين الفلسطينيين في المنطقة الرصاص على ما يبدو أنه أصاب بعض المركبات المتواجدة في المنطقة هنا لا إصابات في الموقع الذي نتواجد به بعد استهداف التواقم الصحفية وعدد من المواطنين إطلاق النيران كان بشكل مباشر باتجاه المنطقة التي نتواجد بها في ظل طبعا استمرار هذه العملية العسكرية هناك مصادر من داخل المؤخيم تؤكد على وقوع عدد من الإصابات إصابة جندي على الأقل لكن لا تعليق حتى هذه اللحظة من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه الأنباء عملية الاقتحام مستمرة وهناك عملية اختيال وكذلك أيضا عدد من الإصابات البعض منها نقل إلى المشفى وبعض آخر منها لا زال داخل المؤخيم يصعب الوصول إليها في ظل استمرار هذه الاشتباكات العنيفة بالإضافة إلى أن العملية هذه تتزامن مع دخول نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية إلى محيط مخيم نور شمس في هذه اللحظات في ظل استمرار مشهد الاقتحام والحصار ودفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات ترافقها جرافة الجرافة العسكرية حتى هذه اللحظة تواصل على هدم جزء من المنازل التي يتحصن بداخلها المقاومون الفلسطينيون ويرفضون الاستسلام لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات نسبياً يمكن القول أن حدة الاشتباكات هدأت في هذه اللحظات لكن أستطيع من الموقع الذي أتواجد به مشاهدة استمرار تمركز وتموضع الأليات العسكرية في محيط جبل النصر وفي محيط الأطراف الغربية لمخيئ يمي نور شمس للمدخل الغربي على وجه التحديد فيما يعرف بدوار سيف أبو لبدي وكذلك أيضاً هناك تواجد عسكري على طريق شارع تول كيرم نابلس الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالمناسبة في أعقاب الانسحاب فجر هذا اليوم قامت التواكم المختصة بعملية إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله لكن وصول الجرافة من جديد أعاد الوضع الكائن إلى المربع الأول بإحداث عمليات تدبير في المنطقة هذا هو الوضع حقيقة في مخيم نور شمس قبل قليل انسحبت الأليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مخيم الفارعة إلى الجنوب من مدينة طباس عقب اعتقال شاب وإصابة اثنين على الأقل وصفت جراحهما بين طفيفة إلى متوسطة خلالها اندلعت اشتباكات عن إفا واستهدافات بالعبوات الناسفة إلى الجنوب من مدينة طباس عقب طبعا هذه الاقتحامات التي تزامنت مع بعضها البعض سواء بتسلل الوحدات الخاصة هنا في مخيم نور شمس أو هناك في مخيم الفارعة إلى الجنوب من مدينة طباس حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من محيط حاجز الحمراء وتهيسير إلى منطقة النصارية ومن ثم إلى محيط وادي الفارعة حيث كانت المنطقة المستهدفة واسطدوي لصافرات الإنذار ما حدث اليوم هو لربما يمكن اعتبار أن الاقتحام الأول والذي استمر لنحو خمس ساعات لمخيم نور شمس هو أشبه بمثابة التمويه الذي تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه عند ساعات الفجر الأولى وانسحب ومن ثم عاود بتسلل الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي تطبق الحصار كما وردت معلومات من داخل المخيم على أحد مطارضي وقادت كتائب شهداء الأقصى مجموعات الرد السريع وينخرت الآن في الاشتباكات بكتيبة نور شمس سرايا القدس في هذه اللحظات في إطار التصدي لهذا الاقتحام حقيقة ما يمكن وصفه بأننا نشهد اشتباكات عنيفة جدا وإطلاق نار مكثف من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية وسلسلة انفجارات تهز أرجاء المخيم الجرافة العسكرية حتى هذه اللحظة أستطيع رؤيتها وسط طبعا استمرار لأصوات تبادل إطلاق النار من جديد تعود بشكل مكثف استمرار محاصرة هذا المنزل هذا المنزل تعرض عند ساعات الفجر الأولى لعملية تدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حارة المسلخ ومحيط جبل النصر وحارة الدمج كما أسميت حديثا إذن مشهد صعب ومتوتر حقيقة نشهده الآن هنا في مخيم نور شمس مع استمرار هذا الاقتحام الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مخيم نور شمس في هذه اللحظات طبعا هذه الصورة الميدانية يمكننا لربما العودة إلى محيط تمركز الكاميرا الخاصة بالغد بعد إطلاق النار قبل قليل على المنطقة التي نتواجد بها هناك حركة نشطة للأليات العسكرية الإسرائيل نعم كوثر يعني أنتم في منطقة آمنة الآن نعم نعم لربما يمكن القول نسبيا أن المنطقة آمنة لكن بطبيعة الحال هذه المنطقة تقع بمقابل البيت المستهدف على وجه التحديد أسطح البنايات يتمركز عليها قناصة الاحتلال الإسرائيلي وتستمعين مجددا إلى استمرار وتواصل عمليات إطلاق النار في هذه اللحظات في محيط المنزل المحاصر في هذه اللحظات من قبل جيش الاحتلال ومقاومين هناك مكبرات الصوت عبر المساجد مدينة تول كرم تنادي للتصدي لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي سيما وأن عملية الاقتحام كانت في ساعة الضروة في وقت الضروة ضروة مغادرة الموظفين للمؤسسات للبنوك لما التحق بالدوام سواء كان في مدارس غوث وتشغيل اللاجئين والآن هذه الآليات تعاود الآن التحرك باتجاه ما يعرف بحارة المسلق والطريق الرئيس كما يلتقطها الزميل شادي جرارع في هذه اللحظات الآليات العسكرية تتحرك عبر شارع تول كرم نابلس مجددا إلى مدخل المخيم الرئيسي على الأقل أربع آليات عسكرية وهي كجزء طبعا من الآليات التي دفع بها الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال هناك نحو ثلاثين آلية تشارك في هذا الاقتحام الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس وعلى ما يبدو أن الآن هناك إطلاق نار كثيف لم نعحده على الإطلاق لم نعحد الاشتباكات هذه هنا في مخيم نور شمس بهذه الضراوة وبهذه القوة والكثافة حقيقة ومن أكثر من محور على امتداد الشارع الرئيسي هذه الآليات التي توقفت الآن توقفت في محيط ما يعرف بحارة العيادة بالاتجاه الشمالي إلى عمق المخيم جنوباً تتعرض لإطلاق نار مكثف من قبل المقاومين الفلسطينيين في هذه اللحظات حيث طبعاً تواصل أذرع المقاومة والأذرع العسكرية التصدي لعملية الاقتحام فقط للتذكير بأن عدد كبير من المواطنين لا زالوا عالقين داخل هذه المحال التجارية على الطريق الرئيسي بمخيم نور شمس أصحاب المحلات لم يمتلكوا الوقت فقط إلا لإغلاق هذه الأبواب لأنه عندما تم اكتشاف تسلل الوحدات الخاصة عدة دقائق بل بضعة منها حتى وصلت التعزيزات وأغلق هذا المحور المروري إلى الشرق من مدينة تول كرم وبالتالي هناك عدد كبير من العالقين داخل المحال التجارية سواء من داخل المخيم أو من خارجه اشتباكات عنيفة جدا في هذه اللحظات في منطقة الساحة الرئيسية والمدخل الرئيسي لمخيم نور شمس في ظل استمرار هذه العملية العسكرية التي كانت شرارة البدء بها بتسلل وحدات خاصة من خلال مركبة دفع رباعي إلى المنطقة ومن ثم محاصرة إحدى المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المسلخ ودفع لاحقاً الاحتلال بتعزيزات عسكرية إسرائيلية حتى هذه اللحظة وفق المصادر الرسمية نتحدث عن إصابتين المصادر من داخل المخيم تؤكد بأن هناك عدد من الشهداء لكن غير معلومي الهوية وغير معلومي العدد حتى هذه اللحظة في ظل استمرار هذه العملية أسلحة نيران ثقيلاً متوجهها الآليات العسكرية الإسرائيلية الآن وانفجار هناك صوت انفجار على المدخل الرئيسي لمخيم نور شمس حيث الآليات العسكرية التي تتموضع الآن بمحيط حارة ومدخل حارة العيادة لم تواصل المسير بل توقفت تماماً في تلك النقطة ونستمع إلى أصوات الاشتباكات العنيفة في هذه اللحظات على وقع ما تتعرض له مناطق الضفة الغربية من اقتحامات متكررة ومتواصلة ومكثفة من يوم إلى آخر أصبح مشهداً يومياً يعني منذ ساعات منتصف الليل وحتى هذه اللحظة يمكن القول بأن الاحتلال نفذ أكثر من ثلاثين عملية اقتحام ومداهمة في مناطق شمال الضفة الغربية تركزت هذه في مدينة تول كرم وقلقيليا وطمون وطوباص والفارعة ويعبد وبيتة وتلفيت وكذلك أيضاً جنين الآن انفجار آخر سلسلة انفجارات وهذا انفجار ثالث هناك دوي لانفجارات بشكل مكثف في هذه اللحظات وتبادل كثيف لإطلاق النيران لربما نستمع تستمعين كوثر إلى أصوات تبادل إطلاق النيران الكثيف الآن انفجار انفجار هناك استهداف للمنزل إذن استهداف المنزل بصاروخ موجه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات محد المنازل في حارة النصر الذي حاولت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمه الآن يتم استهداف هذا المنزل بصاروخ موجه محمول على الأكتاف من قبل القوات الراجلة التي تطبق الحصار على هذا المنزل المحاصر وسط تبادل مكثف لإطلاق النيران بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المقاومين يتحصنون داخل هذه البناية المكونة من ثلاثة طوابق والآن هناك إطلاق نيران إطلاق نيران نحاول فقط أن نبتعد لأننا في الجهة المقابلة لمحيط إطلاق النيران هذه إذن المنزل المحاصر استهدف للتو بصاروخ موجه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات وهذا الصاروخ على ما يبدو أنه أصاب الطابق الثاني للمنزل الذي يحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات على وقع استمرار لتبادل إطلاق النار المكثف حقيقة بين مقاومين فلسطينيين ولا نزال حتى هذه اللحظة على الرغم من كل حدة الاشتباكات وتمركز القناصة في محيط المنزل المحاصر إلا أننا لازلنا نستمع لتبادل لإطلاق النيران وأن المقاومين لا زالوا يوجهون طلقاتهم النارية باتجاه القوات الخاصة في محيط المنزل على الرغم من ضراوة الاشتباكات والاستهدافات التي تعرض لها المنزل سواء بكثافة النيران أو بهدم بعض الجدران الخارجية عبر الجرافة أو بالصواريخ الموجهة التي يتم استهداف بها هذا المنزل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني يواصل فرض هذا الحصار الكبير حقيقة على مخيم نور شمس وتحديدا على الأطراف الغربية هناك اشتعال للنيران لربما في الساحة الرئيسية في محيط مسجد أبو بكر الصديق نرشد سحب دخانية الآن تتصاعد من ذلك المكان بالإضافة إلى تصاعد لألسنة الدخان من منطقة ضاحية الذنابة وهي المنطقة العلوية التي تربط مدينة تول كرم ومخيم تول كرم بالأطراف العلوية من مخيم نور شمس إذن هذا هو الوضع فقط للتذكير قبل نحو الساعتين تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى مخيم نور شمس بهدف إلقاء القبض أو تصفية وإغتيال عدد من المقاومين أبرزهم يعني أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى مجموعات الرد السريع وعدد من المقاومين الآخرين في كتيبة تول كرم صرايا القدس إلا أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة واندلعت اشتباكات مستمرة وعنيفة خلالها يمكن القول بأن المخيم الآن هو منطقة عسكرية مغلقة في ظل هذه الاشتباكات العنيفة والانتشار العسكري لكن عن حجم هذه العملية لربما يمكن القول أنها يعني قد لا تمتد إلى فترة زمنية أطول سيما وأننا نتحدث عن عدد محدود مقارنة بالاقتحامات الكبيرة التي شهدناها مطلع هذا العام في شهر يناير وكذلك أيضا مطلع أواخر العام المنصر حيث تم استهداف مخيمين نور شمس وتول كرم بعمليات اقتحام كبيرة وواسعة استمرت لعدة أيام وشارك خلالها أكثر من ألف جندي والمئات من العربات العسكرية الإسرائيلية واحتجاز عدد كبير من المقاومين كل هذه العمليات سواء تلك السريعة والدقيقة أو الطويلة في الفترة الزمنية والعتاد والعدة الإسرائيلية هي تهدف بشكل واضح الاشتثاث والقضاء على الأذرع العسكرية والبنية التحتية لها في المخيمات الفلسطينية وتحويل هذه المخيمات إلى مناطق غير قابلة للعيش عبر الضغط على الحاضنة الشعبية بعمليات التدمير الكبيرة والمهولة التي يصعب التعايش معها في ظل استمرار طبعا تجريف الطرقات المباني شبكات الصرف الصحي المياه مخيم تول كرم منذ 11 يوما لم تصله المياه نتيجة عمليات الاقتحام المتكررة وكذلك الأمر هنا في مخيم نور شمس هناك عدد كبير من المنازل لا زالت مهدمة وبعضها آيل للسقوط وبعض الآخر لم يصله الطيارة الكهربائي بمعنى أن المخيمات تحول إلى نقاط ساخنة في ظل هذه الأوضاع المعيشية التي تشهدها على وقع عمليات إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر